أكدت تحقيقات النيابة العامة أن مصور مقطع فيديو تحدي حرق عالم دولة الكويت لم يكن يهدف إلى الإساءة إلى دولة الكويت أو شعبها وأشار بيان للنيابة العامة إلى أن المتهم أكد في التحقيقات أن قصده من تصوير المقطع المذكور هو إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين وأن العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي علاقة وطيدة وأضاف البيان أن النيابة العامة طلعت في هاتف المتهم المطبوط على مقطع الفيديو المتداول وكذلك مقطع آخر للمتهم يتحدث فيه عن عدم رغبة الشعب المصري في الإساءة إلى الآخرين وأن الشعبين الكويتي والمصري سيظلان شعبين شقيقين هذا وقد أكدت تحريات قطاع الأمن الوطني حول الواقع عدم انضمام المتهم لأي جماعة إرهابية وأن قصده من ترويج المقطع المتداول هو توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم ترجمة نانسي قنقر